جانب آخر مدعي جرايم دارفور اللجنة تسلمت كشفات بأسماء محتقلي الحركات وشهدنا في الأيام السابقة والشهور أفرجوا عن عدد من رموز الحركات المحتقلين في السجون الذين احتقلهم النظام البائد السابق نسبة لتحقيق عملية السلام في هذه المرحلة نتكلم عن هذا الخبر هذه تقريبا مواصلة ومتابعة لتنفيذ الإعلان الذي تم توقيعه في دولة جنوبية في عاصمة جنوب السودان جبا في الفترة الماضية كحسنينية طبعا معروف أن المجلس الحكومة بغيادة رئيس مجلس السيادة فريغ الأول عبد الفتاح البرغان أعلن قرار وقف إطلاق النار شامل في جميع مسارح العمليات وتبع الوقف إطلاق النار بغرارات صدرت بإطلاق صراح عدد من أسرى الحركات المسلحة الذين كانوا موجودين في السجون حتى الغرارة الشملة حتى حركة عبد الواحد محمد نور الموجودة الآن خارج إطار مفاوضات السلام هذا أمر فيه بادرة لحسنينية وهناك لجنة مختصة بهذا الأمر يغودها عضو مجلس السيادة وعضو وفد الحكومة المفاوض الفريق أول شمش الدين كباشي ودعيد الفور جزء من هذه اللجنة بالإضافة لعدد من المزولين من الوفد الحكومي المفاوض والجهات المختصة في الحكومة بهذا الأمر من جهات أمنية وغيرها